الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في مؤتمر صحفي على لسان المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ورئيس غرفة العمليات المركزية 45% من المقايدين في قاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قال أنه اليوم الثاني من التصويت حصل فيه كسافات فاقة التوقعات مقارنة باليوم الأول للانتخابات لدرجة أنه بطاقات التصويت خلصت في أكتر من لجنة في لجان كتير سندية التصويت أفلت من كسافة الناس اللي عايزين يصوتوا عشان كده غيروا استراتيجية توزيع ورق التصويت ووزعوا ورق جديد وسنديق جديدة عشان تكفي الناس الوقفة طبعا في طوابير في اللجان المستشار حازم البدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قال أنه نسب المشاركة في الانتخابات دي فاقت أي انتخابات حصلت قبل كده في اليومين الأول والتاني رئيس الهيئة توقع أنه انتخابات 2024 هتكون نسبة المشاركة فيها عالية بالمقارنة بأي انتخابات رئاسية سابقة